سمعنا أستاذ سامويل من اسكندرية سبع الخير سبع الخير أهلا بك تفضل يا فند أهلا بك وتحياتي لكل الفضرين والدكتور والأستاذ فالليديا من شكرا لك يا فند متفضل أسأل على سؤالي أنهم اختصارين أول سؤال حد لي قريب في أستراليا ويقدر يعمل إذراقاتنا تقودش وقت طويل إزاي يعني تماما فهوم السؤال الثاني بعد إذنك تصمع السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة أقل مبلغ ممكن لو حاجة عايزة يهاجر أستراليا أقل مبلغ يعمل به عمل أو نشاط صغير في أستراليا مع وضع من السؤال اللي اعتبر أنه السن فوق الستين سنة تماما شكرا 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 أول سؤال لو في أفراد أسرة في أستراليا يسهل حسب درجتهم حسب درجة الأرابة ولاد عمه هناك ولاد خالد ولاد عمه حيدعوه زيارة أخته كبيرة سكن هناك أخته كبيرة سكن هناك لو أخته كبيرة سكن هناك وهي مثلا محتاجة حد يرعاها ممكن يروح يرعاها ككيرر لكن لو ابن أو بنت عايزين يدعو الأب أو الأم دي في فيزا معينة للبارنس أو للأهل أسهل المهم النص والأولادهم يكونوا في أستراليا يعني لو عندهم ولد وبنت على أقل واحد منهم يبقى هناك لو عندهم ثلاث ولاد يبقى على أقل اتنين يبقوا هناك فيه طبعا فيزا تانية اسمها لم الشامل أو ريمانينج ريلاتيف دي لو كل الأرائب في أستراليا وما فيش بقى الشخص الوحده في مصر طب لو مش كده بس زي ما وصول سامويل كان بيقول يعني حد من الأرائب بقى بس درجة تانية يعني لو درجة تانية مش درجة أولى زي مثلا ولاد العامة ولاد الخال ما فيش لم شامل للليفل 2 عشان كده احنا يعني أستراليا هتفتحها موضوع الفلوس يعني هو سامويل كان بتكلم أن هو لو عايز يعمل مشروع هناك بس أكيد ده طبعا هيختلف من شخص للآخر لكن عموما لو احنا بنقدم عايزين نعيش في أستراليا أنا وأسرتي بيبقى مطلوب أن احنا يبقى معانا مبلغ معين في البنك لو رايحين على فيزا مؤهلات لا مش شرط بس لو احنا مثلا مقدمين على ولاية أن ولاية هتعمل لنا ضمان الولية بتكون عايزة تشوف أن انت عندك القدرة المالية أن انت هتعرف تعيش مش أن هما هياخدوا الفلوس أو أن حد هياخد الفلوس تي بس عايزين يعرفوا أن انت عندك القدرة المالية أن انت بتقول أنا كمهاجر أول سنتين أنا حعرف أعول نفسي أنا قدمت وأنا قدمت أنا أسرتي وعملنا ورقنا مفروض بيخلص بعد وقت قد إيه لو احنا كله تمام عندنا رصيد عندنا لغة يعني الدنيا مشيك كويس يعني الفايل ممكن المؤهلات مثلا ممكن ياخد حوالي سنة ساعات لو البوينت عالي قوي ممكن ستة شهور برضو كفيزا بيزنس أو استثمار أقل فيزا استثمار حوالي 200 ألف دولار في مطالع طبعا للبيزنس إحنا بس وقتنا تقريبا خلص بس معانا تليفونين سريعا يعني معانا تليفون ألو ألو سوز روماني سؤالك سوز روماني أنا عايز هاجر بس معي أنا معي صنعة يعني تمام معك صنعة تمام أوكي شكرا شكرا لك إحنا فعلا أستراليا محتاجة حرفيين كتير وحرفيين عندنا بيكسبوا كتير قوي وعندنا فعلا محتاجينهم بكم رهيب فالحاجة الوحيدة زي حيقدموا زي أي حد تاني محتاجين برضو إنجليش نعم الليفل الإنجليش اللي احنا محتاجين له المهارات زي ما أنا قلت بيبقى فممكن لو الدرجات بتاعتهم في الإنجليش يجيبوا الحد الأدنى ويجيبوا أعلى مثلا من سنين الخبرة ممكن أوي يهاجروا ويبقوا فعلا نجحين أوي على فكرة الصناعية في بلاد كتير جدا مطلوبين بس يعني حاول موضوع اللغة ده يبقى صناعية مطلوبين كتير جدا وزي ما أستاذ اللي دي قالت الممرضات المهندسين في بعض الوظائف كده اللي بيخطفوهم في أي حد وفعلا الحرفيين يعني مطلوبين بك